أيام قليلة وتحتضن سيئون بطولة العالم للملاكمة العربية للمحترفين والتي تقام خلال فترة من الثامن والعشرين حتى التاسع والعشرين من الشهر الحالي البطولة الأولى من نوعها تأتي في إطار دعم الشرعية كما تسهم في تفعيل الرياضة التي غابت لسنوات بسبب الحرب التحضيرات جارية على قدم الوسائق هناك مؤشرات إيجابية كبيرة ووضعت هناك خطة مزمنة نوعد كل الرياضين وكل عشاق هذه اللعبة بأن السلطة المحلية بالوادي ومحافظة حضرموت أهل لاستضافة هذا الحدث وسوف يكون عند الموعد 28 بإذن الله خلال مؤتمر صحفي الرئيس الاتحاد الدولي للملاكمة العربية ومكتب الشباب والرياضة بوادي حضرموت أكد أن ثمانية لعبين من دول أوروبية سيشاركون في البطولة واثنى عشر بطلا من دول عربية واثنان آخران من دول أفريقية إلى جانبي ممثلين أجانب البطولة لمدة يومين اليوم الأول ثمانية أبطال عالم سيتنفسون على أربع ألقاب عالمية وثلاث ألقاب أسيوية وكذلك اليوم الثاني هناك ثمانية ألقاب عالمية مع ثلاث ألقاب أسيوية أسيوية ومشاركة عربية حوالي أثنان بطل عربي وستاشن دولة أوروبية على الرغم من عدم جاهزيته حتى الآن إلا أن أستاذ سيئون الأولمبي سيحتضن البطولة في الفترة المسائية حيث جار اختياره اعتبارا لعدة مميزات من بينها كبر مساحته ومدرجاته المصممة بشكل هرمي كما يسع لأربعين ألف متفرج ومن المتوقع أن تشهد البطولة حضورا جماهيريا لافتا خصوصا وأن هذه البطولة تعد الأولى التي تحتضنها حضر موت من هذه الرياضات حدا مساعد قناة بلقيس من مدينة سيئون حضر موت